السلام عليكم ورحمة الله أبناء الأعزاء طلاب الصف الثاني السنوان إن شاء الله هنبتدي معاكم في حل التدريبات الوحدة العشرة الدرس الأول والتاني هنبدأ ببيج 151 نمبر 1 تحدث مع الصحافة عن حدث الطائرة يبقى ده مصدر حكومي لجابة لتر ايه نمبر 2 حجد كبير من تجمع خارج الفندق حيث كان حفل زفاف الممثل الشهير يعقد يبقى حجد كبير من المراسلين الصحفيين الإجابة لتربيه ريبورترز نمبر 3 جنازة الملكة إليزابس الثانية عايزين نقول تم إذاعتها يبقى الإجابة لتر سيه بروتقاست نمبر 4 رئيس الوزراء هو أكثر شخص مشهور يبقى الإجابة لتردي نمبر 5 نمبر 6 نمبر 6 الزراعة الزراعة هي المصدر الأساسي للايه في هذه القرية ولكن أيضا فيها مصنع صغير يبقى عايزين نقول أن الزراعة هي الدخل الأساسي لهذه القرية الإجابة لترسيق نمبر 7 الشرطة تعتقد أن الحريق بدأ إيه ولم يكن صدفة يبقى بدأ بشكل عمدي لجابة لتردي نمبر 8 طالما قالك صحنا كلنا يبقى دا إنزار السيارة نمبر 9 شركة الطيران ايه بشكل قانوني عن أمان ركب طحة يبقى هي مسؤولة بشكل قانوني لجابة لترسي نمبر 10 اختراع ايه الصحافة is considered the most important invention يعتبر هو أهم اختراع as it helped transfer knowledge and science to next generation لأنه ساعد في نقل المعرفة والمعلومات للأجيال القادمة يبقى أهم اختراع هو الطباعة برينتينج إذن الإجابة لتر ايه برينتينج برس طباعة الصحف بعد كده ننتقل لحل تدريبات check point 2 نمبر 1 the witness identified the suspect in the crime the verb identify is the opposite of identify العكس بتاحها letter a confused identify معناها يحدد يبقى العكس بتاحها confused معناها يربك أو يحير نمبر 2 I'd always dreamed of owning my own home يعني أنا دايما كنت بحلم أنه يكون عندي بيت الخاص and now my dream has a true عندنا تعبير اسمه come true يعني تحقق يبقى الحلم بتاعي يتحقق بالتالي الإجابة لتور سيكم نمبر 3 scientists believe that العلماء بيعتقدوا أن a large meteorite نيزك عملاق أو نيزك كبير may have crashed the A ربما يكون استضم بالأرض the earth 65 million years ago منذ 65 مليون سنة leading to dinosaurs dying out أدى لانقراض الديناصورات يبقى احنا عندنا يصطدم بالأرض معناها crash into يبقى الإجابة letter B into نمبر 4 the police are still investigating the murder the adjective of the verb investigate الصفة من الفعل investigate معناها يحقق أو يتحرق عايزين نجيب الصفة منها بالتالي الإجابة letter D investigatory نمبر 5 visitors اللي هما الزائرين are not allowed to غير مسموح لهم and A photographs inside some famous museum في بعض المتاحف المشهورة يبقى غير مسموح لهم بالتقاط الصور إذن الإجابة letter A take نمبر 6 our old car is becoming very unreliable عايزين معنا كلمة unreliable unreliable معناها غير جدير بالثقة يبقى بتسوي في المعنى letter B untrustworthy نمبر 7 passengers complain that trains are frequently cancelled the antonym of the adjective frequently frequently معناها بشكل متكرر يبقى العكس بتاحها letter C rarely نادرا نمبر 8 with the economic situation many people always seem to be worried a money يقلق من worried about يبقى لجابة letter D نمبر 9 the school will only select 12 applicants for enrollment المدرسة حتختار 12 واحد من المتقدمين للتسجيل the noun of the verb select عايزين النون من الفعل select يبقى الإجابة letter B selection نمبر 10 children must learn how to behave properly الأطفال لازم يتعلموا كيف يتصرفون بشكل مناسب أو كما ينبغي the verb properly الفعل properly اللي معناه كما ينبغي أو بشكل مناسب similar in meaning to مشابه في المعنى ليه يبقى الإجابة عندك letter A correctly properly معناها بشكل مناسب بتساوي كلمة correctly بشكل صحيح ننتقل بعد كده لحل تدريبات check point 3 نمبر 1 after confessing his guilt بعد الاعتراف بالذنب بتاعه the criminal اللي هو المجرم agreed to cooperate with the police A قرر إنه هو يتعاون مع إيه الشرطة يبقى للمحققين الإجابة letter A investigators number 2 leaving the company is a clear A تركة أو مغادرة الشركة هو A واضح that he was responsible for the great losses إنه هو مسؤول عن الخسائر الفادحة يبقى ده اعتراف واضح الإجابة letter B admission number 3 my father always every day man speaks the A بيقول the A whether people like it or not سواء عجب الناس أو لم يعجبهم يبقى دايما بيقول الحقيقة الإجابة letter C truth number 4 is a book عبارة عن كتاب in which a business keeps اللي فيه الأعمال التجارية بتحفظ the documents of how much money it receives and spent بتحفظ فيه الفلوس اللي بتسجلها اللي بتدخل لها واللي بتنفقها يبقى ده بنسميه سجل لتجاري الإجابة letter B ledger number 5 the movie opens with A in a New York skyscraper عايزين نقول إن الفيلم افتتح المشهد في نطحة صحافة نيويورك يبقى الإجابة letter D scene scene معناها مشهد في فيلم بعد كده ننتقل لحل تدريبات general exercise على الجزء الخاص بالvocaps number 1 around 2001 حوالي سنة 2001 the google search A rose to prominence وصل للشهرة بتاعته يبقى عايزين نقول محرك بحس جوجل اللي جابة letter A engine number 2 the ceremony اللي هو الاحتفال of the Olympic Games opening الاحتفال ب افتتاح الألعاب الأولمبية was A can A to most countries of the world لكل دول او معظم دول العالم يبقى كان مزاع اللي جابة letter C broadcast number 3 the press A with the president was published in all national newspaper مع الرئيس تم نشرها في كل الجرائد القومية يبقى عايزين نقول المقابلة الصحفية لجابة letter B interview number 4 I have always thought you have the right voice بعتقد دايما ان انت عندك الصوت المناسب to be A انك تكون A يبقى news reader قارئ أخبار number 5 is a person who is in charge of a newspaper or magazine شخص مسؤول عن جريدة او مجلة or a part of a newspaper or magazine او جزء منها and decides what should be included in it ده تعريف رئيس التحرير يبقى لجابة letter A editor number 6 the minister told the television الوزير أخبر ايه التلفزيون that he was going to resign ان هو سوف يستقيل after the accident بعد الحادث الوزير أخبر مراسل التلفزيون يبقى لجابة letter B reporters number 7 journalists were on the A of the plane crash within minutes to cover it عايزين نقول ان الصحفيين كانوا في موقع حدث استضامة الطائرة في خلال دقائق لتغطية الحدث يبقى لجابة letter C scene scene بتجيب معنا موقع الحدث number 8 the secretary the file to the company's website as soon as she had finished working on it السكرتيرا عملت ايه في الملف لموقع الشركة بمجرد انه انتهت من العمل عليه يبقى رفعته او حملته اللي جابة letter D upload ليه upload لانه عندك 2 فu upload بتاخد معها حرف الجر 2 معناها يحمل على موقع او يرفع الى اما دا ونلود بيجي معها from number 9 the press room اللي هي غرفة الصحافة was available A of information كانت ايه قيمة للمعلومات for journalists للصحفيين who were covering the tennis championship اللي كانوا بغطوا بطولة التنس يبقى كانت مصدر قيم للمعلومات بالتالي اجابة letter B source number 10 the talented player اللاعب الموهوب was A to play for his country's national team يلعب لصالح فريق المنتخب القومي لبلده at the age of 18 فقط في عمر الثمنتاشر يبقى عايزين اقول تم اختياره was selected اللي جابة letter A number 11 is a person employed by a newspaper شخص تم توظيفه بواسطة جريدة television station او محط التلفزيون to report on a particular subject or send the reporters from a foreign country ده تعريف بواسطة جريدة لوشه او الرابط عليه بعد كده number 15 social media have become an important advertising tool in the present A world social media اصبحت اداء اعلامية هامة لالعالم الاه الحالي يبقى للعالم الرقمي digital number 16 the new machines الالات الحديثة were not yet enough to give useful results كافية النطيعة نتائج مفيدة يبقى ليست دقيقة بشكل كافي الاجابة letter D accurate 17 when in the Olympic medal was like a dream that a true for the karate player الفوز بالميدالية الالمبية كان يشبه الحلم اللي تحقق للعب الكراتي او اللي اصبح حقيقة يبقى came true 18 you mustn't trust the rumors of our country's enemy the antonym of the verb trust عكس كلمة trust trust معناها ياسق يبقى العكس بتاحها دوت ياشق letter D 19 police officers رجال الشرطة are looking at the disappearance of two children اختفاء طفلين kidnapped تم اختطافهم yesterday بالأبس يبقى عايزين نقول بيحققوا فيه locked into اللي جابة letter C 20 the head of the organization رئيس المنظمة put the young scientist وضع العالم الشاب in A of the research team عايزين نقول فيه مسؤول عن يبقى مسؤول عن اسمها any charge of بالتالي الاجابة letter B 21 the newsletters at the British Council النشرة الاخبارية في المجلس البريطاني is published once every two month بيتم نشرها مرة كل شهرين يبقى عايزين نقول النشرة الاخبارية المعلوماتية بالتالي الاجابة letter C informative 22 all young people كل الشباب have turned A social media عايزين نقول اتجهوا للsocial media foreign news and information من أجل الحصول على الأخبار والمعلومات يتجه إلى turned 2 يبقى الاجابة letter D 23 big stores المتاجر الكبرى have to A يجب أن A for customers in the Christmas season في موسم el Christmas يبقى بيتنفسه على الزبين اللي اجابة letter A compete 24 the president's speech will be broadcast on the channel at 6 this evening the verb broadcast is similar in meaning 2 broadcast معناها يزاع يبقى هي بتسوف المعنى كلمة transmit اللي اجابة letter A 25 after the boxer won the championship he turned professional كلمة professional معناها محترف عايزين الابزت منها اللي هو العكس يبقى اللي اجابة letter C amateur amateur معناها هاوي 26 my uncle is A he collected and reported the news for newspaper radio and TV بيجمع وينقل الاخبار للجرائد والراديو والتلفزيون يبقى هو مرسل صحفي لإجابة letter A reporter 27 is a person who makes sure the information is true الشخص اللي بيفحص المعلومات ويتأكد انه هي حقيقية يبقى ده بنسميه fact checker number 28 it's important to know the A of each piece of news to make sure it's true من المهم انك تعرف A كل خبر علشان تتأكد من صحته يبقى من المهم انك تعرف مصدر كل خبر source 29 when the police arrived لما الشرطة وصلت at the A of the crime لإيه الجريمة يبقى عايزين نقول مسرح الجريمة أو موقع الجريمة الإجابة letter D scene the criminal was about to run away المجرب كان على وشك انه يهرب 30 the of news stories are usually about the most important events بتكون عادة عن أهم الأحداث يبقى ده الheadlines الheadlines اللي هي العنوان الرئيسية للأخبار الإجابة letter A كده خلصنا حل تدريبات الدرس الأول والتاني للوحدة العشرة على الجزء الخاص بالتلمات انتظرونا ان شاء الله الفيديو القادم في حل الجزء الخاص بالقواعد على الدرس الأول والتاني في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر